مساء الخير طلاب الأعزاء طلاب مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية درسنا لهذا اليوم رياضيات للصف الأول الابتدائي درسنا لهذا اليوم هو طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين صفحة 182 تعرفنا في الدرس السابق عن جمع عددين من مرتبتين اليوم إن شاء الله راح نتعرف على طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين يلا حبايبي الحلوين نفتح الكتاب الكبير الملون كتاب الرياضيات على صفحة 182 حبايبي الحلوين نتذكر راحنا الطرح وشرحنا الموضوع الطرح في الدروس السابقة أثناء الدوام شنو معنات الطرح؟ الطرح يعني ناقص راح ننقص الأعداد الآن راح نتذكر آنوا ياكم البعض من الأمثلة عن موضوع الطرح الطرح هبايبي الحلوين علامة الطرح هي الناقص هذه هي علامة الطرح الناقص عندي العدد مثل ما تلاحظ ثمانية ناقص خمسة يساوي عندي ثمانية حلقات كم حلقة ملونة عددهم ثمانية؟ ناقص يعني شنو راح أخذ منعدهم ثمانية مو أنطيهم أزيد لا راح أخذ منعدهم الناقص ياخذ ثمانية ناقص خمسة عندي ش كم حلقة؟ ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا ثمانية ناقص خمسة يساوي أخذنا من الثمانية خمسة كم الباقي؟ واحد اثنان ثلاثة إذا ثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاثة الآن راح ناخذ مثال آخر عن الطرح في مرتبة واحدة دا نطرح الآن مرتبة واحدة السؤال أربعة ناقص اثنان يساوي جقد عندي آني؟ عندي أربعة جقد راح ناخذ من الأربعة؟ ناخذ اثنان هذه هي أربعة حلقات واحد اثنان ثلاثة أربعة كم حلقة لح ناخذ من الأربعة؟ جقد يريد ناخذ من عدها اثنان أخذنا اثنان واحد اثنان كم الباقي؟ جقد بقى عندي من الأربعة؟ بقى جقد اثنان إذا أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان الآن بعد ما تذكرنا الطرح اللي كنا ندرسه في الدروس السابقة اللي هو طرح من مرتبة واحدة الآن راح نتعرف على طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين نفس الطريقة حبايب الحلوين نفس الطريقة بس مجرد ش راح يصير عندي مرتبتين مرتبة آحد ومرتبة العشرات الآن راح نلاحظ مثال عندي العدد ستة وثلاثون ستة وثلاثون مثل ما ذا اللاحظ الستة آحد ثلاثون هي العشرات ناقص هذه علامة الطرح أربعة عشر ستة وثلاثون ناقص أربعة عشر عندي آني مرتبتين مرتبة الآحد ومرتبة العشرات أول ما أجي أباوع عن يمن على الآحد من الآحد؟ هو العدد الأول الآحد هو العدد الأول الستة وش عندي بعد آني منه صديقهم بالآحد؟ الأربعة بهذا البيت بيت الآحد عندي أصدقاء اثنان الصديق ستة والصديق أربعة لازم آني أول شي أجي أنقص الستة والأربعة بعدين شا سوي؟ من أخلص الأحد أروح المن إلى العشرات الآن آني ببيت الآحد عندي ستة ناقص أربعة اشقد عندي آني ستة اشقد يريد آخذ من الستة؟ أربعة هذه هي الستة حلقات تقدرون تطنعون ستة أصابع بإيدكم والضمون أربعة الضمون أربعة عصابع تضبوهني روحا كم الباقي؟ الآن راح نلاحب واح اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عندي ست حلقات ناقص شقد عندي شقد يريد ناخد منها أربعة؟ راح نجي ناخد منها أربعة واح اثنان ثلاثة أربعة كم الباقي؟ كم الباقي؟ الباقي هو اثنان إذن ستة ناقص أربعة يساوي شقد؟ يساوي اثنان الآن بعد ما خلصنا بيت الآحد العدد الأول ننتقل إلى بيت العشرات هو العدد الثاني الآباء هسا احنا للآباء دولا الأبناء هذا الإبن ستة وثلاثون ستة وثلاثون ستة وثلاثون احنا مو قلنا الأول هو الإبن والثاني هو الاب أول واحد الأبناء سميناهم الاحاد العدد الثاني هم الاباء سميناهم بالعشرات حلينا الاحاد حلينا الاحاد كل صديق ويا صديقة طلعنا الناتج الآن بعد ما خلصنا بيت الاحاد ننتقل الى بيت العشرات جقد عندي آني ثلاثة ناقص واحد عندي ثلاثة عشرات اخذ منها عشرة واحد هذه هي حلقاتي واحد اثنان ثلاثة جقد يريد ناخذ من عدها واحد اخذت من عدها واحد كم الباقي باقي اثنان اذن ثلاثة ناقص واحد يساوي جقد اثنان اذن ستة وثلاثون ناقص اربعة عشر يساوي اثنان وعشرون ناخذ مثال اخر السؤال يقول ثمانية وعشرون ناقص خمسة احد عشرات اول ما اجي اغطي العدد الثاني اباوع على العدد الاول بس اش قد عندي آني ثمانية وعشرون من هو الاحد من هو العدد الاول العدد الاول هو الثمانية لو العشرون من هو العدد الاول الثمانية اجيب العدد الاول هذا هو العدد الاول الثمانية وان احطها بالاحد اكتب ثمانية بالاحد من ابو قالي العدد الثاني شقيد عشرون وان احطه بالعشرات نفسه الرقم نفسه نقلته آني بس مجرد ده يفصل ببيناتهم هذا الخط مجرد ده يفصل بينهم هذا الخط نفسه العدد اشيله ثمانية وعشرون ثمانية الاولى والعشرون هي الثانية ناقص العدد الثاني شقيد عندي بس عدد واحد ما عندي متكون من عددين يعني عندي بس الاحد عشرات ما اكو ما عنده اب اكو هنا اب اكو عدد هنا ثاني ما اكو عدد هنا ثاني اذا شو سوي هذا العدد الاول هو الاحد اشيل الاحد احطه وين احطه بيته الاحد ثمانية ناقص خمسه اشقد عندي عندي خمسه عندي مرتبة عشرات عندي عدد ثاني هنا عندي شيء هنا لا الخمسه واحده اذا العشرات الابا اعوفه ما احط له اب ما عنده اب اعوفه مثل ما هو بدون اب الآن راح ابدي اطرح ثمانية ناقص خمسه اشقد عندي عني كم عدد الحلقات الملونه ثمانية نجي نحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسه ستة سبعة ثمانية اشقد يريد ناخذ من عده خمسه اخذ خمسه واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسه كم الباقي كم الباقي اشقد بقى عندي واحد اثنان ثلاثة اذا ثمانية ناقص خمسه يساوي شقد يساوي ثلاثة اكتب العدد ثلاثة الآن بعد ما خلصت بيت الاحد او مرتبة الاحد راح ننتقل حبايب الحلوين على العشرات عندي العشرات كم عدد عندي بالعشرات عدد واحد عنده صديق لا ما عنده صديق اثنان ناقص اكو شي اناقص منه لا ما كو شي اناقص منه اذا مشفنا اهنا ولا اي عدد رأسا اشيل لهذا العدد نفسه شا سوي انزله هنا لان ما عنده صديق فما اخذنا اي شي منه ما نقصنا لان ما كو عدد هنا فما نقص فسوينا لاذا ما كو احد عنده هنا انشيل الاثنان نفسه انزلها اهنانه اقرأ العدد ثلاثة وعشرون اذا ثمانية وعشرون ناقص خمسة يساوي ثلاثة وعشرون ناخد مثال اخر المثال حبايب الحلوين هو خمسة وعشرون ناقص اثنى عشر يساوي عندي احد وعندي عشرات اول ما اجيش اساوي حبايب الحلوين اضم علامة الطرح اضمها واضم منه الوراء علامة الطرح اللي هو الاثنى عشر اضمهم كلهم اخلي بس العدد الاول ايش قد عندي العدد الاول خمسة وعشرون خمسة وعشرون من العدد الاول هو الخمسة ام الاثنان خمسة ام الاثنان الخمسة هو الاول والاثنان هو العدد الثاني فش نسوي اول شي منه الاحد هو الاول واحد يصحول احد اخذ الخمسة الى بيت الاحد هذا هو بيت الاحد هاي اول وحدة تروح الى بيت الاحد والعدد الثاني هو العشرات وين نودي للعشرات اثنان هسه راح منه راح العدد الاول علامة شنو عندي اني علامتي الطرح نزلنا علامة الطرح منو عندي ورا الطرح منو عندي ورا الطرح اضمهم راحة وهذوله عندي اثنى عشر منو هو العدد الاول الاثنان ام العشر منو العدد الاول هو الاثنان اذا هذا العدد الاول احد انا ازلنا وين جوه العدد اللي كتبناه بالاحد شكت اثنان الان راح ننتقل الى العشرات هذا هو العشرات العدد الثاني شقد عندي اني واحد اكتبه جوه من جوه الاثنان اذا اصبح العدد عندي خمسة وعشرون ناقص اثنى عشر اول ما نجي نطرح مثل ما تعلمنا مين نطرح نطرح الصغار بعدين ننتقل الى الكبار من هما الصغار هما الاحاد الابناء الاحاد العدد الاول صديق ويا صديقة خمسة ناقص اثنان نطلع خمسة بيدينا يلا حبايب الحلوين طلع خمسة واحد اثنان ثلاثة عربعة خمسة اش قد راح ناخد من الخمسة نضمهين ناخد اثنان واحد اثنان كم الباقي اش قد بقى عندي واحد اثنان ثلاثة اذا خمسة ناقص اثنان يساوي اش قد يساوي ثلاثة بعد ما انتهينا من الاحاد ننتقل المد للعشرات اثنان ناقص واحد باع كل صديق ويا صديقة كل صديق ويا صديق اطلع اش قد بادي اثنان اثنان اش قد راح ناخد منها اش قد يريد ناخد منعدها للاثنان هاي الاثنان اش قد ااخد منعدها واحد ضمينا الواحد راح كم الباقي الباقي هو واحد اذا اثنان ناقص واحد يساوي واحد اذا خمسة وعشرون ناقص اثنى عشر يساوي شقيد ثلاثة عشر اكتب العدد ثلاثة عشر الان حبايب الحلوين راح ننتقل الى حال التمارين صفحة مئة واثنان وثمانون فقرت اتعلم مثل ما دل لاحظوا بهذه الصورة الحلوة عندي اطفال دا يلعبون في لعبة التدحرج ذهب ستة وثلاثون تلميذ الى مدينة الالعاب راحوا الى مدينة الالعاب اربعة عشر تلميذ استعمل لعبة التدحرج كم تلميذ لم يستعمل اللعبة حبايب الحلوين ذهب ستة وثلاثون تلميذ الى مدينة العاب اربعة عشر تلميذ استعمل اللعبة استعدوا على اللعبة اربعة عشر تلميذ كم تلميذ لم يصعد الى اللعبة هسا نجي نشوف اول شي مثل ما دل لاحظ في فقرة اتعلم نمثل العدد ستة وثلاثون بعدين نطرح الاحاد مثل ما علمتكم وراها اطرح العشرات مثلنا العدد عندي شقداني عندي اول عدد ستة وثلاثون الاحاد ستة لان هي العدد الاول يجوين بيته بالاحاد والعشرات هي العدد الثاني اربعة عشر الاربعة احد والعشر هي العشرات مثلنا العدد الان راح نبدي نطرح نطرح المن نطرح اول شيء الاحاد الاحاد ستة ناقص اربعة مثل ما ذكرتها ايكم قبل شوية بالمثال ستة ناقص اربعة يساوي جيد اثنان الان بعد ما خلصنا طرح الاحاد راح نطرح العشرات داي علمكم خطوة خطوة اول شيء سوي مثل العدد ثاني شيء بدأ يطرحنا الاحاد ثالث شيء سوي حبايبي بدأ بمن بالعشرات ثلاثة ناقص واحد يساوي عندي ثلاثة اخذ من عندها شقد واحد شقد اللي يبقى واحد اثنان الان حبايبي الحلوين راح ننتقل الى فقارة اتأكد نقطة رقم واحد استعمل الاحاد والعشرات مع المكعبات واجد ناتج الطرح ثمانية وعشرون ناقص خمسة اخذنا الكم بالمثال والان راح اعيد الكم شرحة اول ما اجي انقل اباوع على اليمن اسد العدد الثاني اباوع على العدد الاول شقد عندي اني ثمانية وعشرون عندي ثمانية وعشرون هذا العدد الاول هذا العدد الثاني العدد الاول يروح للآحد لان جاي وحده آحد وحده صغير العدد الثاني هذا العشرون يروح المن يروح للعشرات اذا ثمانية وعشرون عندي خمسة عدها صديق لا ما عدها صديق اذا تنزل بس الخمسة وين في مرتبة الآحد ثمانية ناقص خمسة يساوي شقد ثلاثة اثنان ناقص اقعدها احد عنا بدي ناقصها منين لا اذا ما اكو اي شي جواها اشيل الاثنان نفسه احطها بالناتج فثمانية وعشرون ناقص خمسة يساوي ثلاثة وعشرون انتقل الى المثال الآخر اثنان واربعون ناقص احدى عشر مثل ما تعلمنا شن سوي انضم العدد الثاني اباوع بس على العدد الاول عندي الاثنان هي مرتبة الاولى والعدد الثاني هو مرتبة العشرات العدد الاول انودي المن البيت الاحد والعدد الثاني الى بيت العشرات صار العدد اثنان واربعون احدى عشر احد واحد والعشر عشرة الان راح نبدي ننقص اثنان ناقص واحد عندي الاحد مزائد لاتخربطون حبايبي عندي ناقص ناقص ياكل ياخذ منعدهم اطلع اثنان اش قد راح ااخذ من الاثنان واحد كم الباقي واحد اكتب العدد واحد الان راح ننتقل الى العشرات نطرح العشرات اربعة ناقص واحد طلع اربعة اش قد راح ناخذ من الاربعة واحد راح من عندي واحد كم الباقي واحد اثنان ثلاثة اينان اربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة اينان اثنان واربعون ناقص احدى عشر يساوي واحد وثلاثون انتقل الى المثال الاخر سبعة وثمانون ناقص أربعة أضم العدد الثاني قمينا العدد الثاني عندي أشقد أني سبعة وثمانون السبعة هو العدد الأول والثمانية هو العدد الثاني السبعة تنزل ببيت الآحاد والثمانية تنزل ببيت العشرات ناقص علامة الطرح أربعة أربعة أكو هنا انا بعد عندي عني عشرات لا ما عندي اذا الاربعة تنزل ببيت الاحد والعشرات ما احط اي شي لان ماكو عندي عدد بي هس ابدأ نقص سبعة نقص اربعة عندي سبع حلقات واح اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اش قد رح اخذ منعدها اش قد يريد منعدها ناخذ اربعة واح اثنان ثلاثة اربعة راح اتمنعدها اربعة كم الباقي اش قد عندي بقى واح اثنان ثلاثة اذا سبعة ناقص اربعة يساوي اش قد حبايب الحلوين يساوي نه ثلاثة الان راح نطرح العشرات ننتقل الى العشرات ثمانية ناقص اكو شي جواها اكو شي جواها راح اناقص منها لا اذا كل شي ماكو جواهاش اسوي انزل العدد نفسه هي جوا نفس العدد اشيله وانزله وين بالناتج اذا سبعة وثمانون ناقص اربعة يساوي ثلاثة وثمانون ننتقل الى المثال الاخر الاخر ستة وستون ناقص اثنى عشر اول مايجي نحل ش نسوي نسد علامة الطرح والعدد الثاني نباوع وين على العدد الاول شقد عدياني ستة وستون الستة هي العدد الاول الستون هو العدد الثاني هذا احد والعدد الثاني هو العشرات اخذ الاحاد انزله بالاحاد والعشرات انزله بالعشرات ستة وستون نزلت مثل ما هي ستة وستون ده يفصل بينهم بس هذا الخط ناقص اثنى عشر الاثنان هي العدد الاول احد والعشر هي العدد الثاني اول ما نبدي نطرح نطرح منه الاحد لان هم هو اول واحد نطرحه هو الاول عندي شقيد ستة ناقص اثنان مثل ما دلاحظ هذه الحلقات عندي شقيد ستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة شقد يريد ناخد من عدها اثنان راح نجي ناخد واحد اثنان كم الباقي واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا ستة ناقص اثنان يساوي شقيد اربعة الان راح ننتقل الى طرح العشرات ستة ناقص واحد عندي بالعشرات 6 أناقصها شقد يريد ناخد من عدها 1 1 2 3 4 5 6 شقد ناخد من عدها ناخد من عدها 1 كم الباقي 1 2 3 4 5 إذن 6 ناقصا 1 يساوي 5 شقد صار عندي العدد 4 و 50 إذن 66 ناقصا 12 يساوي 4 و 50 الآن حبيب الحلوين رح ننتقل إلى صفحة 183 فقرة أحل نقطة رقم 2 93 ناقص 11 مثل مدى اللاحظ 93 ناقص 11 نجي أول ما نبدأ نحل نطرح الآحد 3 ناقص 1 هذه هي الثلاثة أخذ من عدها 1 كم الباقي 2 أكتب العدد 2 9 ناقص 1 نطلع 9 يلا حبيب الحلوين طلعوا 9 أصابع 9 أخذ من عدها 1 كم الباقي 8 إذن 82 ثلاثة وتسعون ناقص 11 يساوي 82 الآن ننتقل إلى المثال الآخر 67 ناقص 6 يريد أحنا نكتب الأعداد داخل الأحاد والعشرات مثل معلمتكم شا ساوون ذبوا القلم من إيدكم ضموا لي علامة الطرح والعدد الثاني ضمواه بصبعكم ضمي ناسوه ممتاز أول ما راح أبدي عندي آنج سبعة وستون أخلي على السبعة رقم واحد وأخلي على الستون رقم اثنان وأرجع أضم السبعة دائما الآحد هو العدد الأول منه الأول منه كاتبين علي رقم واحد السبعة أمل ستة السبعة شنسوي آخذ السبعة وأنزلها المين بالآحد أحساش راح ننزل ننزل العدد الثاني وين بالعشرات صار العدد سبعة وستون الآن خلصنا من العدد الأول العلامة هي طرح ورا العلامة العدد الثاني شقد عندي آني ستة ستة هو بس عدد واحد ماكو عدي هنا عدد ثاني ماكو عدد ثاني إذن أنزل الستة وين أنزلها في مرتبة الآحد وهنا أعوفها ماكو لأن عندي آباء ماكو عندي عدد ثاني الآن راح أبدي أطرح الآحد سبعة ناقص ستة طلعوا سبع أصابع بيتكم يا حلوين نقصوا السبعة ستة كم الباقي عدنا شقد حبايب الحلوين سبعة واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة شقد راح ناخذ مني السبعة ناخذ ستة واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة راحة الستة كم الباقي شقد طل عندي بقى عندي بس واحد إلا سبعة ناقص ستة يساوي واحد ننتقل إلى العشرات عندي بالعشرات عدد واحد وهو الستة أكو حجة هو الستة لا إذا ماكو أحد شنساوي نشيل الستة نفسه ننزلها وين بالناتج قصر عندي العدد واحد وستون أنتقل إلى المثال الآخر ستة وثلاثون ناقص اثنى عشر مثل ما عودتكم انضم العدد الثاني عندي ستة وعندي ثلاثون راح أجز الستة وثلاثون الستة أحض فوقها رقم واحد الثلاثون أحض رقم إلى بيت الآحد والثاني يروح إلى بيت العشرات هذا هو الأول وين أود الستة إلى بيت الآحد والعدد الثاني يروح للعشرات ستة وثلاثون العلامة نزلناها ناقص هل ست عدي هذه راح العدد الأول والعلامة نزلتها منه بقى الاثنى عشر الاثنان أحض فوقها واحد لأن هي العدد الأول الواحد أحض فوقها اثنان لأن هو العدد الثاني العدد الأول أودي إلى بيت الأعداد الأولى اللي هي الآحد والثاني يروح إلى بيت العشرات واحد الآن راح نبدأ نطرح الآحد ستة ناقص اثنان أطلع ستة أصابع وأخذ من عدها شقد يا حلوين ناخذ من عدها اثنان مثل ماذا نلاحظ هذه عدد من الحلقات عددهم ستة واحد اثنان ثلاث اربعة خمس ستة شقد لحن نقص منهم اثنان واحد اثنان راح واثنان من عدهم كم الباقي واحد اثنان ثلاث اربعة إذن ستة ناقص اثنان يساوي شقد اربعة الآن ننتقل إلى طرح العشرات عندي ثلاثة ثلاثة ناقص واحد عندي شقد آني ثلاثة واحد اثنان ثلاثة الثلاثة شقد يريد ناخد من عده ناخد واحد اخدت الواحد كم الباقي يا حلوين شقد بقى عندي واحد اثنان بقى عندي اثنان إذن ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان كم أصبح عندي العدد اربعة وعشرون إذن ستة وثلاثون ناقص اثنى عشر يساوي اربعة وعشرون ننتقل إلى المثال الآخر خمسة وخمسون ناقص اربعة وثلاثون شتعلمني انظم العلامة ما للطرح والعدد الثاني اجي الخمسة الاولى حط عليها واحد والخمسة الثانية حط عليها اثنان انا مغطيتهم الخمسة الاولى تروح إلى بيت الاحد الاول والخمسة الثانية تروح إلى بيت العشرات الثاني على ما نزلناها طرح هسا راح ننتقل إلى العدد الثاني ضمين العدد الاول والاشارة هسا من عندي بقا الأربعة وثلاثون الاربعة أحط عليها واحد لأن هي العدد الاول الثلاثة أحط عليها اثنان لأن هي العدد الثاني الاول يروح إلى بيت الاحال شقد الاول اربعة الثاني شقد ثلاثة نزلة إلى بيت العشرات الآن راح نبدأ نطرح من نطرح الأحد عندي خمسة ناقص أربعة أطلع بإيدي شقد خمسة واحد نان ثلاثة أربعة خمسة خمسة شقد راح ناخد من عدها أربعة واحد نان ثلاثة أربعة ضميتهم كلهم للأربعة شقد بقى عندي بقى واحد إذن خمسة ناقص أربعة يساوي واحد الآن راح ننتقل إلى طرح العشرات خمسة ناقص ثلاثة هاي الخمسة شقد راح ناخد من عدها ثلاثة أحسب ثلاثة أصابع أضمهم واحد اثنان ثلاثة راحة وكم الباقي عندي واحد اثنان إذن خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنان الآن حبايز الحلوين راح ننتقل إلى المثال الآخر وهو ثمانية وسبعون ناقص خمسة يساوي مثل ما عودتكم حبايز الحلوين الطريقة الأفقية شوية نبتعد عنها لأنها تكون صعبة على التلاميذ فناخد دائما الطريقة العامودية تكون أسهل للتلمية فراح أحط آني ناقص إش قد عندي آني آحادي خمسة ثمانية ناقص خمسة عندي ثمان حلقات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أنا نقصهم إش قد يريد ناخد من عدهم خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة راحة خمسة كم الباقي واحد اثنان ثلاثة بقى عندي ثلاثة السبعة عدها صديق عدها صديق السبعة لا ما عدها صديق فش نسوي لها ننزلها مثل ما هي فش قد حيصن عندي ثلاثة وسبعون ستة وسبعون ناقص اثنان وثلاثون أجيب هذا العدد لاثنان وثلاثون العدد الثاني أحط علامة الطرح وأنزل جواها اثنان وثلاثون ستة ناقص اثنان عندي ستة حلقات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وأنتو تقدرون تستعملون إيدكم حبايب الحلوين أطلع ستة أصابع من إيدي وأخذ من عدها اثنان واحد اثنان كم الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة قد بقالي ستة ناقص اثنان يساوي أربعة الآن عندي سبعة ناقص ثلاثة نفس الحالة حبايب الحلوين أطلع سبع أصابع كم أصبع أطلع سبعة السبعة أخذ من عدهم ثلاثة أظمهم أو أذبهم ما ريدهم بعد كم الباقي أنا عندي سبع حلقات رح أخذ منهم ثلاثة واحد اثنان ثلاثة كم الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة عدد جد أصبح أربعة وأربعون ثلاثة وثلاثون ناقص واحد وعشرون نقدر نحلها بالطريقتين طريقة أفقية أو عامودية إذا أفقية أرقم هنا أكتب واحد على العدد الأول واكتب على العدد الآخر هم واحد وانتقل إلى العدد الثاني أكتب اثنان والعدد الثاني أيضا أكتب اثنان الواحد يروح ويا الواحد والاثنان يروح ويا الاثنان والأسهل إن يا حبايب الحلوين لأن أنتوا صغار بعدكم أكتب الثلاثة وثلاثون ناقص واحد وعشرون واحد جو الثاني واحد جو الثاني أبدأ أطرح 3 ناقص 1 هذه هي الثلاثة أخذ من عدها شقيد 1 راح 1 كم الباقي 2 الآن الثلاثة راح ننتقل إلى طرح العشرات 3 ناقص 2 هاي الثلاثة أخذ منها 2 1 2 بميتهم ما ريدهم بعد كم الباقي 1 إذا 33 ناقص 21 يساوي شقيد 12 10 الآن راح ننتقل إلى فقرة وفكر نقطة رقم 3 أجد ناتج الطرح ذهنيا 50 ناقص 30 يساوي يريد أن نحل ذهنيا يعني بالطريقة السريعة 0 ناقص 0 يعني كل شي ما عندي ناقص كل شي ما عندي إيش قد راح يصير عندي صفر ناقص صفر جيد ينزل نفسه صفر حبابي الحلوين راح أمتل لكم شنو معنى صفر ناقص صفر احنا أخذناها في الدروس السابقة في بداية الفصول الأولى من الكتاب الآن راح أعيدها لكم شنو يعني صفر ناقص صفر أو صفر زائل صفر لا تلاحظون هذا الصحن الأول والثاني يحتوي على شي يحتوي على شي الآن يحتوي على شقد هنا عندي واحد وهنا عندي واحد إذن عندي العدد الأول واحد والعدد الثاني اثنان زين إذا شلتهم إذا شلتهم آني شقد عدي هنا إذا كل شي ما كو بيه فارغ شقد عندي صفر وإذا الثاني همات نفس الحالة ما عندي أي شي بيعني شقد يعني هم صفر إذن صفر ناقص صفر هو صفر فارغ وإجيت ناقص تصعني هم صفر صفر ناقص صفر شقد راح يزيد زاد أكون شي صار عدي بيه لا ناقص لا بقى مثل ما هو صفر ناقص صفر شقد صفر نفس الحالة بالزائد صفر زائد صفر نفس الحالة راح يزداد عددهم لا لأنه هو صفر فارغ كوشي ما بيه صفر وصفر صفر فدائما الصفر مع الصفر ما ننسى صفر إذا بتطرح إذا بتجمع الصفر مع الصفر شقد نذكر صفر الآن ننتقل إلى العشرات خمسة ناقص ثلاثة طلع بيدي خمسة أخذ منها شقد ثلاثة واحد اثنان ثلاثة راحة وشقد انتبق عندي اثنان شقد صار العدد عشرون ستة واربعون ناقص ثلاثة أول ما أجي أحدد هذا العدد الأول هذا العدد الأول إذا هذا ويا هذا أناقص ستة ناقص ثلاثة شقد ثلاثة أربعة عدها أحد تروح النقصة من عندها لا إذا ماكو أحد عدها شنسوي نشيل الأربعة نفسها ننزله بالناتج يصار عندي العدد ثلاثة واربعون اثنان وثلاثون ناقص اثنى عشر أول ما أجي أحدد مثل ما اتفقنا وياكم العدد الأول الاثنان هو الأول والثلاثة هو الثاني ننتقل للعدد الثاني الاثنان هو الأول والواحد هو الثاني أول ما أبدي أطرح الأحد هذا الواحد مع هذا الواحد اثنان ناقص اثنان أطلع اثنان واحد اثنان وأجي أخذ ذني الاثنان من عدكم كم الباقي صفر أكتب صفر راح أمثلها لكم في قطاع الحلوة عندي اثنان من قطاع الحلوة اثنان 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 ناقص اثنان انتو عدكم اثنان اجيت آني أخذت من عدكم الاثنان وأكلتهم كم قطاع حلوة بقت عدكم بقعدكم شي ما بقعدكم شي ما بقعدنا شي يعني شقدنا الحوض صفر إذن اثنان ناقص اثنان يساوي شقد صفر الآن راح ننتقل إلى العشرات عندي بالعشرات وأملأ المربع بالعدد المناسب حبايب الحلوين نقطة رقم أربعة ترك ننتقل إلى مسائل صفحة 185 مسألة رقم واحد صنعت ليلى عشرون قطعة حلوة اعطت اعطت صديقتها نوال عشر قطع كم قطعة بقية كلمة بقية يعني ناقص أول ما أجي على العدد من العدد الأول عندي عشرون أكتب العدد عشرون العدد الثاني قد عندي عندي عشرة أنزل جواها العشرة بقية يعني ناقص أحط علامة الطرح صفر ناقص صفر صفر اثنان ناقص واحد أطلع اثنان أخذ منها واحد كم الباقي واحد إذن قم قطعة بعدها عشر قطع نقطة رقم اثنان في مرسم المدرسة اثنى عشر قلم اشترى معلم المرسم احدى عشر قلم جديد كم قلم ألوان أصبح في المرسم ما طول ما طول مذاكر النباقي ما طول ما ذكر كم قلم بقية إذن هو مطرح هو شنو جمع أول ما أجي عندي آنج قد اثنى عشر أنزل الاثنى عشر زائد احدى عشر أحطها جواه اثنان زائد واحد ثلاثة واحد زائد واحد اثنان إذن جم قلم أصبح ثلاثة وعشرون قلم الوان نخت رقم ثلاثة تستعد مريم لمسابقة أوائل المطالعين قرأت في الشهر الأول اثنى عشر كتابا وقرأت في الشهر الثاني ثلاثة عشر كتاب كم كتابا مجموع ما قرأت كلمة مجموع أيضا هي زائد مجموع يعني حنزيد أول عدد عدنا جقد للاثنى عشر أكتب الاثنى عشر العلامة هي الزائد ثاني عدد جقد ثلاثة عشر اثنان زائد ثلاثة خمسة واحد زائد واحد اثنان إذن كم كتاب قرأت خمسة وعشرون كتابا كتابا مع العشرات واحد ناقص صفر عندها قلم واحد اجيت آني بس باوعت علي وما أخدته نقص لا ما نقص اذا الصفر ما نقص واحد ناقص صفر يبقى نفسه شقيت واحد اثنان ناقص واحد هاي الاثنان أخذ من عدها واحد كم الباقي واحد اذا كم فطيرة بقيت عدها احدى عشر فطيرة نقطة رقم خمسة جمع سامر اثنان وعشرون صورة قرص ألعاب حفظ احدى عشر قرصا في ألبومه كم قرصا باقية باقية تلاحظون كلمة باقية هو ناقص أول شي رح أجيب الاثنان وعشرون هو العدد الأول العدد الثاني جيد احدى عشر أحد جول أحد عشر جول عشر باقية هو الطرح إذن ناقص اثنان ناقص واحد هاي الاثنان أخذ منها واحد كم الباقي واحد واثنان ناقص واحد أيضا واحد إذن كم الباقي 11 قرصا الآن حبيب الحلوين رح ننتقل إلى حل مراجعة الفصل صفحة 186 عدد درس الأول جمع العشرات وطرحها هو حالها أنه 60 زائد 30 يساوي 90 70 ناقص 40 يساوي 30 الدرس الثاني جمع الأعداد حتى 99 اكتب العدد المناسب في المربع أيضا حالة أنه 72 زائد 24 أول ما أجي على الآحاد أجمع أجمع الآحاد 2 زائد 14 ستة 7 زائد 2 تسعة 53 زائد 15 3 زائد 5 8 5 زائد 1 6 الدرس الثالث طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين اتفق محل للأثاث مع نجار على أن يزوده ب67 كرسيا سنع النجار 24 كرسيا كم كرسيا بقية أحوط الإجابة الصحيحة هذه مسألة اتفق محل الأثاث مع نجار راد من عنده 67 كرسيا النجار صنع إليه بس 24 كرسيا كم كرسي بقية كلمة بقية هي الطرح إلا ندي يقول إنه هذه المسألة هي طرح أم جمع إجد نلاحظ قال ما مجموع لو قال كم بقية إذن كلمة بقية هي طرح إلا نحوط عملية الطرح مثل ما محوط ها إنه الآن حبايب الحلوين راح ننتقل إلى اختبار الفصل صفحة 187 نقطة رقم واحد اكمل النمط مثل ما نلاحظ هذا نمط حبايب الحلوين خلن نشوف النمط عد 2 أم 5 أم 10 30 40 50 إذن 10 10 30 40 50 60 70 80 80 90 10 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 نقطة رقم 2 أحوط الإجابة الصحيحة 20 زائد 7 يساوي 26 أم 27 أم 28 الآن راح نحل ونلاحظ 20 زائد 7 0 أزايد 7 سبعة سبعة 2 أكو حد جوه الاثنان على مد أجمعها ويا صديقة ماكوش نساوي ننزلها نفسها كم أصبح العدد سبعة وعشرون عدي هنا سبعة وعشرون عدنا سبعة وعشرون أحوط إذن العدد سبعة وعشرون 43 زائد 34 الناتج هو 67 أم 11 أم 77 الآن اللاحظ العدد الأول مع العدد الأول والثاني مع العدد الثاني 3 زائد 4 7 4 زائد 3 7 إذن إجقدر العدد 77 عدنا 77 أحوط العدد 77 نقطة رقم ثلاثة أجد ناتج 25 زائد واحد يساوي 11 مثل ما علمتكم أغطي العدد الأول هو هو الإشارة اللي بصافه قد صار عندي 25 هو العدد الأول غطيت الإشارة والعدد الثاني أكتب على الخمسة واحد وأكتب على الاثنان هي اثنان ليش واحد؟ لأن الخمسة العدد الأول والإثنان هو العدد الثاني أحد عشرات أكتب الخمسة بالآحد والإثنان بالعشرات أكمل زائد علامة الجمع العدد الثاني هسه غطينا العدد الأول حلينا الواحد أكتب عليه واحد لأنه هو العدد الأول أحد والستة هو العدد الثاني عشرات الواحد وين يروح للآحد أكتبه جوه بخانة الأحد العدد الثاني شقد بالعشرات عندي ستة خمسة زائد واحد أطلع خمسة بإيدي وأضيف لها واحد شقد يصير ستة ممتاز اثنان زائد ستة العدد الكبير هو الستة أضمه وين بقلبي والاثنان الصغير بإيدي من جوار الستة سبعة ثمانية أقرأ العدد ستة وثمانون إذن خمسة وعشرون زائد واحد وستون يساوي شقد ستة وثمانون نقطة رقم أربعة أجد ناتج خمسة وأربعون ناقص اثنان وثلاثون مثل ما تعلمني نضم علامة الطرح والعدد الثاني نكتب على الخمسة هو العدد الأول والأربعة Among I العدد الأول 1 نقل إلي بيت الآحد شقد عديه خمسة اكتب العدد خمسة العدد الثاني ست menus انقل الأربعة الآن العلامة هو طرح ناقص سنتقل إلى العدد الثاني الثانية ستجد 나중에 ثلاثون الثلاثونaaaawh العدد الأول والثلاثون العدد الثاني انقل الاثنان الى بيت الاحث وانقل الثلاثة الثانية الى بيت العشرات خمسة ناقص اثنان هذه الخمسة اخذ من عدها شكاة 2 1 2 كم الباقي ثلاثة الان رهنطرح العشرات اربعة ناقص ثلاثة طلع 4 انقل معدها ثلاثة 1 2 3 راحت كم الباقي عندي واحد إذن خمسة وأربعون ناقص اثنان وثلاثون كم الباقي ثلاثة اخت رقم خمسة لدى معلم الرياضيات خمسون دفترا لتصحيحها صحح منها أربعون دفترا كم دفتر بقيه باعه بقيه يعني شنو يعني ناقص يعني طرح من دون تصحيح آني معلمة الرياضيات عندي خمسون دفتر صححت من الخمسون دفتر أربعون كم دفتر بقى عندي ما نصحح تعالوا نشوف أول عدد هو شقد عندي آني خمسون أحط العدد الأول الخمسون بقيه بقيه بالمسألة معناه ناقص أربعون العدد الثاني شقد أربعون صفر ناقص صفر مثل ما اتفقنا صفر خمسة ناقص أربعة طلعوا خمسة هاي الخمسة ناخد منها شقد أربعة واحد نان ثلاثة أربعة شقد بقى عندي واحد إذن كم دفتر ما صححت آني عشر دفتر بقتل عشر دفتر من صححت آني حبابي الحلوين هذا واجبكم لهذا اليوم وهو طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين صفحة 182 وصفحة 183 وحل المسائل صفحة 185 وحل مراجعة الفصل صفحة 186 وحل اختبار الفصل صفحة 187 وأيضا حبابي الحلوين واجبكم البيت ايضا راح يكون حل في كتاب النشاء صفحة 62 والآن أعزاء التلاميذ تم بحمد الله تعالى الانتهاء من مادة الرياضيات للصفة الأول الابتدائي طلاب الحلوين أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية والموفقية في حياتكم والنجاح الدائم إن شاء الله معلمتكم السيت هند مع السلامة